يتطلع الأمريكيون للسنوات الأربع المقبلة التي تشكل الولاية الثانية لباراك أوباما بعدما فاز على خصمه الجمهوري ماترومني في السباق إلى البيت الأبيض مئة وناخبان في المجمع الانتخابي في تسع ولايات تعد حاسمة شكلوا الكفة التي رجحت فوز أوباما فيما حصد منافسه الجمهوري على أصوات ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا الأربعة والأربعين وعليه فإن نتائج الانتخابات جاءت على شكل التالي تعادل في عدد الولايات فقد فاز كل من أوباما ورومني بـ 25 ولاية لكل منهما إلا أن المرشح الديمقراطي حصل على 303 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 206 أصوات لمنافسه الجمهوري وفي استطلاع للرأي نشرته شبكة CNN فإن 55% من النساء صوتنا لأوباما مقابل 44% لرومني هذه النسب توزعت بحسب الأعمار فنال أوباما 60% من أصوات الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما فيما نال رومني 56% من أصوات من تفوق أعمارهم 56 عاما 39% من البيض صوتوا لصالح المرشح الديمقراطي مقابل 59% للمرشح الجمهوري 93% من الأمريكيين من أصول إفريقية صوتوا لصالح أوباما الذي نال أيضا أصوات 71% من الأمريكيين من أصول لاتينية مقابل 27% لمنافسه رومني أوباما الذي جدد الأمريكيون ثقتهم به لأربع سنوات إضافية يواجه تحديات قد يكون أبرزها اقتصاديا إضافة إلى الملفات السياسية الشائكة تحديدا في الملف النووي الإيراني والأزمة السورية